اشتركوا في القناة في حفظ الامن وتعزيز الاستقرار مشيدا بتوجيهات الفريق اول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية معبرا عن استنكار اهالي المحافظة لما بثته قناة الجزيرة القطرية من معلومات مسئة حول مديرية شرطة محافظة المحرك والتي تقدم خدماتها الامنية للجميع وبنهج احترافي ضمن منظومة الاداء المهني لشرطة البحرين فضلا عن ان المحرك كانت وما زالت رمزا للهوية الوطنية البحرينية ويتمتع اهلها الكرام بمشاعر وطنية فياضة حبا واعتزازا بالبحرين وحضارتها الانسانية واوضح المحافظ ما اكد عليه الاهالي بشأن ما بثته الجزيرة القطرية من افتراءات مضحين ان هذا الامر ليس بجديد على قناة لا يشغلها سوى اثارة الفتن وممارسة التحريض على العنف والارهاب وهو خط ثابت في فكرها واسلوبها الاعلامي مضيفين ان اهلنا في قطر والذين تجمعنا بهم علاقة قربة ونسب لا ينبقي لهم الصمت على ممارسات هذه القناة التي تسيء لكافة شعوب دول مجلس التعاون وتسهم بما تقدم في نشر الانقسام والتنافر وقال محافظ الشمالية ان المنجزات الحضارية في مملكة البحرين واقع ملموس يشعر به المواطن في كافة مناحي الحياة مؤكدا على واصر الوحدة الوطنية واللحمة الشعبية ومشاعر الولاء والانتماء لدى الجميع في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه معبران عن تقدير اهالي المحافظة الشمالية لكافة الاجراءات التي تتخذها المملكة لانصاف الصيادين البحرينيين وحمايتهم وتعويضهم